موزيكة فم موزيكة فم ومش في مكانه كان تعب كبير ياسر وثم حضور كبير جدا وتونس مستفخر به وسأعتبر الايامات هذية من الايامات اللي تتخر بهم تونس في التىيخة المقبلة ثم حديث زادة في الكواليسم بتاع الاعتصام وانو يوم 24 ناوت صارت مناوشة بينكنت يوسيد سامير بطيب أعلا شكوم بشيخ هذ الكلمة لتمثيل الاتحاد من اجل تونس دا ليه مصحيح وليصار انو بالعاك تماما تمه حد الإذاعات الخاصة بكل اسف اللي عادة موفقة ما كانش موافقة. لذلك معناها اعتبروها منعة ومش منعة ما ثمحت شيء صار مشكلة صغيرة في الترتيب. متحلت مشكلة صغيرة في الترتيب. يعني شكو نتكلم الاول. متحلت مباشرة انا سمير اخويا الكبير كمشي لقيته هو مشي تكلم معناها قلت مباشرة بطبعا انتي معناها اخوض الكبير وشخي الكبير ومعناها ويمر قبلي سمير بالطيب واي اخر من القياديين الاتحاد من رجل تونس ولا اتحاء جبشة ولا جبت لنقاط يمروا قبل. كل من اعلام العارة دي ما يخرج في. لا هي مش اعلام العارة هي والله التالي. العنوان العنوان ولا محاولة منع محصن مرزوخ مقارك كريمة. هذي هي العنوان ما عنده حتى علاقة بالبقاء يعني العنوان مختلف تماما يعني يكون مش يمنعني. يعني ده تونس حاضرين معناها الولاد معناها فلاج التنظيم مش يمنعوني ده تونس. يعني كان معناها حاجة كبرت. هي موجودة ومن حق العالمين يغطيها ومك وضحتها الان. اه في كل الاجتماعات الكبيرة كما هذي اللي فيها طرف سياسي عايدة تنظم. دي ما يمكن يحصل شوية معناها اه توترات تعناس نهار كامل هما قاعدين ينظموا. وهذا شي عادي جدا. يحصل حتى في الافراح وفي العراس فما معناك في اجتماع سياسي حولوا تهديدات وغيره وحولوا ضغط اه اه في محيطه. عليش السيد سيد البيجي قايدة سبسي ما احضرش اه انهارتها? لانه اه معناها ثم تقديرات ذات طابعة امني خليت انهم الاحسن انهم يحضر. مهم. شنو معناها تقديرات ذات طابعة امني? يعني ثم حضور كبير ياسر ويزم تحضيرات كبيرة امنية وتعرف اه لانه السيد بايجي قايدة سبسي ما عندوش بركة حماية من الحزب لكن عندو حماية من اه جهاز امن يتابع اله الوزارة الداخلية وهذا هو الجهاز اللي قدر. مهم. يعني هل يصير التنقر ولا لا وعملو اجتماعات ما قبل ابنهارين ومشاه ويشايفو. هم يقدر يقول لك احنا راه معناها امنيا مش مش يكون في وضعية ان وفروا الحماية الكاملة واللازمة. مهم. وياخدوا قرار حول هذا الموضوع كما يحصل لو في حماية الشخصيات على المستوى الدولي. واضح جدا. خلنا تحثوا شوية اه على المحاتات الاخيرة اه فيما يخص الوضع السياسي في تونس والمشاورات والمحاتات اللي قاعدة تسير. حركة النهضة في البداية تعلن وانها قبلت بموادارة الاتحاد ثم اه تتبين امتيت نيوانس كي يتعطيها للموقف متاعه وتقول انه قابلنا بمدارة الاتحاد كبداية للنقاش وللحوار الوطني. اه ثم اه البارح اه سيد رشد الغانوشي اه اه نحسوا انه في التصريحات المختلفة متاعه كل ما يتجبد نيداء تونس. فما كنا وعمل غزل بين نيداء تونس ونهضة. حاجات اللي احنا متعودناش بها. دي ما فما حرب تصريحات والتباتل الاتهامات بين النهضة ونيداء تونس. وطم شاعر عربي يقديم يقول وجيدت بوصلن حين لا ينفع الوصله. اه اول حاجة بالنسبة لحكاية هذية. جيتم اخر معني انه ده. يعني نحكي لك هذي شي قول الشعر رولي قلتولي. نحكي لك شنو الشعر يقول وجدت بوصلن حين لا ينفع الوصله. شو شو. اه. اول حاجة احنا اه في تصريحاتنا خلينا نحكي عن رواحنا السلام بعد الاخرين. امرنا ما دعينا لاقصى اي طرف سياسي. ما فيه محركة النهضة. مم. وخديما كنا اعتبروا لطرف سياسية لكل هذه اطرف سياسية تابع المشهد السياسي ولابد من الحوار معها. وهذا كان كلامنا. كلام الرئيس الحزب كل الناس. رغم خلافنا السياسي العميق معه. اذا هما توا في الطرف حركة النهضة. اه شافوا انه نيداء تونس حزب. وموجود. وكبير. وعنده دور وطني. ومهم. مرغم لهما تاخر ياسر هذي. هما هذي الناس كل كان تعرف انه نيداء تونس موجود وحزب كبير وقوي ووطني ودوره سياسي ومؤثر. تبقى لا اعتقد انه هذا غزل ولا حتى شيخ. اعتقد انه يمكن ثم محاولت اللعب على بعض الاختلافات. لانه منذ اسبوعين من الثلاثة كانت جابة الشعبية هي الطرف الوطني الباهي الطيب اللي شارك في الثورة وطرف ثوري. واحنا كنا ننتمي للنظام الباد. تولين احنا الباهيين والجابة الشعبية ولا الطرف فوضوي. والسي المكي قرأ عليهم سلافية شيوعية. كان الخطاب اللي انا عندي تقراب عشرية سنان بصمعتوش هذي اخر. رغم اسمعت بيه عادي بيه خمسة عشرية سنان في الجامعة مناها ومن اطراف معينة. نسيتو الخطاب هذي. منعرفش جاي من بعيد. لذلك انا عتقدنه في كل الحالات. احنا ما هو باش تصير التفاوض في تونس والحوار. خليك عند النقطة هذي كانت اسمحسي محسن ونخليك تواصل كلمك. آآ آآ ما كأنه من خلال التوصيب اللي كنت قدم فيه طوى قلت كانت الجبهة الشعبية بيه وطوى ولينا احنا نداء تونس بهين والغزل كل مرة آآ آآ يتنقل ربما. هل هذي يعني آآ وانه هناك تحس وانه بخبرتك سياسية هل تحس وانه هناك آآ محاولة لشق صفوف المعارضة؟. فما منه وهذا يراه معناها سيدو بونجير راو دايما للطرف السياسي اللي تخل في تلافزات مبيناتها. كل واحد يحب يضعف للطرف اللي امامه ويحب يخلق يذكر عنده جبه. يخلق نعمة تميوزات بينه وبين الطرف والاخر. اذا موجود في كل واحد. انا مش قاعد نقول فيه. اني شيطن للناس اللي اشتعمل. اما نقول انه هذا هو اللي قاعد حاصل. مهم. هو ثم جبهة الانقاظ. وانا اعتقدت بالانقاظ فيها الجبهة الشعبية وفي الاتحال المجل تونس ونيداء تونس. انا اعتقدت الاطراف الاخرى السياسية بفيه محركة النهضة يزم التعامل مع الاتراف الكل هذه بمنطقة جدية. وبدون شيطان تيطرف. اللي كان تحب هي تكون جوز من الحل. وجوز من الحوار اللي مش يقدي الحل على قاعدة مطالب اتحال الشغل. وقاعدة المطالب متع المظمة الوطنية. والمطالب اللي رفعتها الجمهير الشعبية في الاسابيع هذه. هذك علاش هالسيطنات ومحاولة الفصل بين هذا وهذا. هذي راهو مش مش طيب. يبقى طيب جدا انه الاطراف السياسية وتتحكي تحكي على بعضها بشكل ايجابي. لانه احنا عنا حلين في تونس. اما حل اللي نجم نسميها ان الحل الفرض الاشياء بالقوة اه المباشرة. او انا اعتقد ان هذا الحل مش موجود في تونس. ولا حل انه اه 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 الحوار بين الاطراف يؤدي الى مباشرة للحل. الحوار هذي مش ممكن اذا كان مثلا ماشي ناس تنظر لبعاثها بشكل ايجابي او تعترف على قل بوجود بشكل ايجابي. حركة النهضة ما كانتش في الاسبري هذي اقبل. كانت تحب تقصي الناس. ولا حد ايام قليلة قبل اغتيال الشهيد براهمي كان يحبوا يحطوا قانون الاقصاء. هذا القانون الاقصاء هو الاولوية عندهم. وكان خطابهم خطاب تقسيم التونسيين المسلمين وكفار. وقريش ومكة ومش نعرف سنوة مناها كلام جاي من فيلم الرسالة. معناها النسخة الرديئة زي لابنه مسحة النسخة الباهية. طوى الان اذا كان ثم روح جديدة. يلزم الروح جديدة ما تكونش الهدف متاعها فقط هدف تاكتيكي. يجب يكون الهدف متاعها هدف استراتيجي. مش معناها. مش معناها نقول لك كلمة طيبة عليك. ولكن مشيش للحل. هو المهم الان هو الذهاب للحل. الخطر هو المشكلة. مش تقول كلام بها. ايه تواس محسن. ولا في النهضة المهم تلقى حل لتونس. باه. انت قلت لزم يكون هناك هدف استراتيجي مش نواية طيبة ولا غزال ولا غيره. انت معنا يا نعم الموت تقول لنا هل فما بالفعل نواية طيبة وذهاب الى هدف استراتيجي اللي هو الوجود اه حل الازمة السياسية الحالية في في تونس. وانه المطالبة المعارضة اليوم قاعدة طالب بحكومة كفاءت وباستقالة الحكومة لبداية الحوار. في حين وانه النهضة تقول تعالوا للحوار ثم سنتفهم ربما على شكل الحكومة. ايه مزال لحد. ايه مزال لحد. ايه مزال لحد يسر في الخطاب المعلن. انا من اهمنيش في النواية خطر هي السياسة مش بالنواية. ايه دي سياسة بالنتاج. ايه مو انت ترفي المفاوضات معنى تبدو في بينكم. مزال لحد الان مزال لبعيد مزالت الناس مفهمتش وكل مرة يطلعنا وباحد بيتحليل ما عنده حتى علاقة بابجديات المنطقة السياسية بالنوع مثلا انت وكانت تستقيل الحكومة كيفش مش نعمل وموايزوا من عينه حكومة اخرى او البراحة سمعنا مثل الشعبي من الجنوب التونسي الجميل اللي نحبوه اللي هو اه ما 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 تصب الماء الا على الماء. لكن انتجة انك القنار احنا فيما تصب الشيح للعشيح. معنى ها مش الماء للماء. انتي الان سستطيع الحكومة هي تستقيل. وليس الدولة يطلب منها تصريف الاعمال الى حتى كوين حكومة الجديدة. اذا ما تمش فرق ما تمش اختلاف او روبي تستقيل اقبله ولا ما بعد. والمشكلة مش الحوار. انا حب نقول لك اله هو ثم امور عاجلة. ما عرفش اسمع ناشي صنخات الاستغاثة متاع الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد صناعة وتجارة. راه تونس معا عندها عجز باش تكمل الميزاني تلفين وتلاتاش. ولا حد الان لم تبدأ في نقاش الميزاني تلفين وربعتاش. وما تعاملتش الميزاني تلفين وربعتاش. وما تماش تمويلات الميزاني تلفين وربعتاش. يعني البلاد ماشية بخطاء معناها حاثيثة وبكل اسف واثقة في هالا في هالا بالمنطقة كذلك. نحو الافلاس الاقتصادي لذلك ما تماش وقت. وهلي حصاره كله هذية ما نتحاوره. تبا كن الناس تتحاور عندما قرارب اثمانة اتسعة شهور. يا اخي هو المهم والحوار. يا اخي التواسطة الحوار هذية قلنا برشة مرة. مش يوكل خبز. مش يطيب عشاء. المهم انه احنا عارفين الناس الكل. انا بلعتيك انا مثل على ان الحكومة هذي هي حكومة تقريبا غائبة الان في حكم الاستقالة الفعلية. هو انا ما حضرشي ميزاني تلفين وربعتاش. ولا قادر تكمل ميزاني تلفين هي عاجزة حقيقة. تعلن على استقالتها. يكلفها الرئيس المواقت بتسيير الاعمال. يجزر الاطراف يحدد طبيعة الحكومة الانقاذ. عدد عناصرها رئيسها واتخذ العمل بتاعها. المجلس الواطن التأسيسي يفوض سلطاته لحكومة الانقاذ هذية. اللي تتفرق فيها بعض. الثلاثة معاملات. نقولك احنا نعم له حكومة انتخابية هدفها هو الانتخابات القادمة. هذي من الاحوياج الغريبة جدا في المنطقة السياسية. قالك نعم وحكومة قبل بشهرين من الانتخابات. بالله يتوى شهرين الوزير الجديد اللي يجيب لحكومة. بشهرين ما يعرفش حتى الكلوارات بشي خرج منهم. شو بشهرين? احنا توا عنا مش اقتصادية حالية. توا التونسي اللي في الشارع عايز ما يجيب ولا السياسي ايضا. على سؤال بسيط. هل نجحت هذه الحكومة ام فشلت? هم يقول لك احنا انت انجحنا. وعليش الفشل. قالك اللي فشل. لا وسمعناه البارح. سمعت انا عشنو المقاومات النجاح اللي انه تحط تنزل على الضويش. هلو تحلش الحنفين مشي الماء. هادا سمعناها البارح. وحتى الصحافي يصال قل معقول طوى معناها الدولة كما تونس حتى كطاح بن علي وما ثماشي حتى حكومة كان الماء يمشي والضوي يمشي. كالعام بن علي جمع مجموعة من الصحافيين قال لم تونساش يحبه. كواكلين شاربين وعندكم الدوا وغيره. واعطوا بي رأى ذلك الكلام تأكيدا على انه هذا النظام نظام مستبت لانه مفكر في حريات. انا اعتقد انه النهضة وكل الحزاب السياسية الوطنية التونسية ستذهب الى الحل الذي اقتراحه الاتحاد العام التونسي للشغل. مش فقط لانه حل بين الحلول. لانه الحل الوحيد. وبين قوسي. طيب بركة كنت تقول لي بعاد احنا على الحل وبعاد ان الحرفة تكون واعية. قطلك حاليا الان نحن ما ثم حتى شيء يوحي في كليل من نسمع فيه. ولكن رغم ذلك اه? انا اعتقد. اه? انه الحل الوحيد هو حل اللي مقترحته اتحار السوق اتحار السياسية وتجارة. مثلا ما حتى حكومة في العالم. يجب ان تكون ضد الجزء اساسي من القوى السياسية في بلادها. اه. وضد اتحار الصناعة والتجارة معناها العراف. وضد العمال مع بعضهم. يعني اش قعدلها? سوق قعدلها. الادارة تمشي هذيك بمنطقها الخاص. ما يشي معناها اه لانصالح طرف وطرف. مستحيل في المنطق الحالي ان يكون خيار النهضة غير ان تذهب الى هذا الحل. هي ولا طرف السياسية الاخرى. وعلى سياسة التوافق والمباشرة الذهاب في حل الامور الاقتصادية. اللي هي راهي امور خطيرة وخطيرة وخطيرة جدا. هذي كلام. ومن قوسين. هذا عليش احنا اعمل اشياء قاعدة ندرسو فيهم الان. سواء كان في ترجمة الانقاذ ولا في ليدا تونس. ان احنا مع هذي حكومة الانقاذ اللي مش نعملوها. يزم الدعوة فورا الى مؤتمر. يمكن دوره انه يعمل برنامج حكومة الانقاذ. لانه مش معناها المهم تعمل حكومة برك. لازم برنامج وحلول عاجلة وسريعة. باش كيفاش نكملو ميزانية متع الفين وثلتاشة اللي فيها عجز كبير جدا. تقريبا خمسة مليار دينار اه تونسي. متع عجز اضافي تعمل معناها للميزانية هذه. وثانيا مستحيل نجم نغطيها تقريبا يعني مشتوقها ديبة ثم عجز. وثانيا كيفاش نعملو ميزانية تلفين وبرعتاش. باش نجمو نمشيوا الانتخابات. لانه اذا كان معناها حل لا قدر الله الخراب الاقتصادي. اش معناها عاملين الانتخابات. انا اعتقد انه نسمعناه البارح واسمعناه اليامات هذه. منزال بعيد عن المطلوب. ومازال ما هوش فيك الروح القاطعة. كله قائم على قد ويمكن وقد نعمل وقد غيره. والبلاد لا تحتمل ذلك. طيب. لذلك ما يقال حول إذا تونس من شيء ايجابي ولا من شيء سلبي. ليس مهما امام ما تقتضيه المصلحة الوطنية الان من عمل مشترك من اجل خروج. واضح جدا. نوصلوا للنقطة اللي كنت حدثنا فيها قبل قلت انتي حسب الخطاب متاع البارح مزالنا بعاد على المطلوب اولا ما هو المطلوب اه بصفة واضحة. المطلوب بصفة واضحة. اتقالت الحكومة فقط. اتقالت الحكومة تشكل حكومة تنقاذ احنا مشكلتنا باش نحيهم. نعمل حكومة متع كافية متع انقاذ باش ننقض البلاد. كاف غزلا معناها قولوا لنا. هذا هو الصحيح هذا الكلام. هذا هو الموضوع هو حول هذا. البيق كله هذك كلها ترتيبات صغيرة وكذا وغيره. معناها مش مامور اللغوية هي هي عنا قضية عنا ازمة بتاع بلاد يلزم حل فوري. ونعرف انه المسار اللي عملناه سابقا ان كان غارت ويجب تصليحه فورا قبل اه فواتي. اروا نزيد نذكرك اللي سيد راشد الغانوشي البارح قال حزب نداء تونس وحركت النهضة من اكبر الاحزاب في تونس قال لنا سيد البيجي قادي قايد سبس نبشي له حتى المريخ. مشي لش والله احنا ما تجي للمريخ وقاعد في تونس سوني في اللاك. وعناها ساعات ولا في دارو. وحنا ليس مستحاد للمصاريف الزايدة هذية. هو موجود وكان موجود. وباقي بعيدة على المطلوب. حاب نأكد انه هو موجود عنده مدة البيجي قاسي في نفس المكان. كان من الممكن انه يقعدوا الحزاب السياسي وكل ما بعضهم يحكيوا بباشرة في القضايا هذية. ومش لازم ديما نعمل الاشيه واحنا هي متاخرة. لكن هذية انه حزب تونس كبير هذية تأكده استطاعات الرأي. عندها توقرات اربعة شهور اذا مش اكتشاف جديد. وانه حركة النهضة زاد هي حزب كبير هذية ما كده انتخابات وزاد استطاعات الرأي. وانه زاد جابة الانقاذ هي جابة الان موحدة تخدم ابعاثها لو زادة حقيقة سياسية. ومش تقعد منها تخدم ابعاثها. وانه اذا المطلوب المطلوب مش تمزيق صفوف الخصوم وغيره والتفكير في حلو تكتلكية. من احيه هذي على جهة مش المهمة الاحزاب. تونس فوق الاحزاب. كيفاش مش نحل وتوى المشاكل الاقتصادية والسياسية والامنية. وباي شكل بحكومة جديدة فيها حولها الثيقة تخرجنا موضوع هذي. حتى قانوننا تحسين الثورة قالوا بعد الانتخابات. مش معناها بعد الانتخابات. هو المفروض ان واحد يقول نحن نعلن معناها سمحونا اننا عملنا قانون اقصاء. سمحونا ان نسممنا الحياة السياسية لمد اشهر بقانون خاطئ. سمحونا ان احنا ارسلنا جزء من عناصرنا قتل وسحل المرحوم الشهيل وتفي نقض في تطوين وهما ناس معروفين يبنتماهم لحركة الناها. سمحونا على ان احنا قعدنا نقول للناس يا اصفار فاصل وما نحبوش نمشيه للحوار الوطني. سمحونا انه نفشلنا المبادل الاولى متى الحوار الوطني متى اتحال الشغل. اذا كلهم علىها مش مطلوب توا نحبوش ان نحط السكينة في الجرح. نحن مستعدين طالما ثم ارادة جدية حقيقية من اطراف الموجودة للحوار ان نمشيه مباشرة للحوار. ثم موضوع اخر يحكيوا عليه الناس. سمعتهم بعض الاطراف اللي تحدثت معها حتى اطراف دولية زملاء وازدقاء. يقول والله ثم ناس خايفين معناها من حركة النهضة. اه ولا من الترويكة على موضوع المحاسبات بعد الخروج من الحكومة. وثم حتى شكوات يقول انه اذا كانت تغيرت الحكومة راه يمشي يرجعون للحبس ولا غيره. مثلا كلا يمقعد يدور بالطريقة هذي. بالهادي فرصة باش نوضحوه الموضوع هذا باش يكون بشكل واضح. اول حاجة نحنا ما احنا شي من دعاة الانتقاء مع مرنا ما كنا هذي. ما عملنا هاشي في السابق ومش باش نعملوه ديوب. ثانيا مثلا حتى واحد ما هو احنا ضد كل انواع العقاب الجماعي والاقصاء الجماعي وغيره. وحنا كنا ضحيته ومش باش نمارسوه. ثالثا هذا موضوع ميلزمش يحول المسألة اللي هي مسألة سياسية لمسألة نفسية معناها متخوف وغيره. نحنا قاعدين نشي. سيمو حسن في نداء تونس تحس روحكم معانيين بهذا معناها اذا كان آآ مثلا نقول وحنا في نهضة يقول لك قد يتم معاقبتهم بعد عليش تحس اللي انتي يجب تجاوبها. هاوك صفحات من كل قاعدين يقولوا في كلام هذي معناها ظاهر مواجهة اللي نحن. كيفاش حسيتوا اللي مواجهة لكم. قاعدين يقول هاوك في الصفحات متاحها مساء وكان على التواصل الاجتماعي وبعض التسريحات وغيره. وانا حاب نقول اي حكومة. احنا بيخوصين انتقالة لحظة احنا قلنا كفاءات وحكومة مستقلة معناها ما قلناش احنا فيها. لذلك هذي عنصر اخر باش نقولوه راي الحكومة هذية رايي ماشي تخدم على نفسها باش تمنع البلاد اقتصاديا وباش تخرجنا من الحكاية هذية في سياسيين نحين هالغمة اللي قاعدين عايشين فيه. يعني انا مانيشي اذا كان اه ثم شيء اسمه استقصاليين في نيدا تونس. انا راي نقول لك صحيح موجودين. ويحبوا يستقصلوا الجينيا من البلاد. اما يحبوش يستقصلوا العبات. والاحزان. يحبوا يستقصلوا الوضع السياسات. الجينيا هي هالسياسات السيئة. ان نحب نستعمل في لفظة شعبية معناها باش تكون معناها واضحة للناس. نحبوا نستقصلوا السياسات مسؤول عن السياسات السيئة الحالية. والله يظهر اللي يحكموا في البلاد. وما تولى ثم جماعة اخرين ديما يجيوا في الوسط. احنا ديما لكي يتعارك الاختاب بعناها. ديما ثم ناجيوا في الوسط ونسمعوا في الكلام هذي. قول مثلا اطراف السياسية كلها مسؤولة على زمن الاقتصادية. حاليا ايش عملنا. باش نكونوا. ما ولي حكم يشد الحكم يشد وزارة المالية وشد داريس الحكومة وغير هو المسؤول. لكن رغم ذلك نحن الان قاعدين نقولوا. هذي عملوا صندوق الانتخاب. مش الناس تحدد شكون اللي هو ربحها معناها شكون خاطئ وشكون غالط. ويتحاسب على سياسته. لكن الان ما هوش وقت محاسبات. تو وقت نتع انقاذ. وناس اخرين قاعدين يقولوا نطراف السياسية كل هاي مسؤولة. حب نفهم انا ثم الفرق ما يبقى كبير ياسر ما بين الطرف اللي هو مش يحكم والطرف اللي هو يحكم. ورغم ذلك توه معاش ثم حكيت يحكم ومش يحكم. لانه قضية الشرعية كما تعرفوها يا قضية الشرعية عندها مدة وهي مش مطروحة. الحكومة هذي مرسكة على مستوى الشرعي. وهي كيف في المجل تأسيسي. توه ثم شرعية وحيدة حقيقية. هي شرعية الارادة الشعبية اللي مش تعابة عن نفسها بشكل استثنائي من خلال التوافق السياسي. سي محسن. بارشا اراو في الحوار متاع سيد راشد الغنوشي البارح. آآ انه فما بعض المحلين والملاحظين اللي تحدثوا على آآ وجود صفقة. صارت آآ في اللقاء الاول بين سيد راشد الغنوشي وسيد البارح في باريس. وتواصلت خاصة بعد الحوار اللي ادل به سيد راشد الغنوشي البارح. آآ استفقة هذية آآ تنجم تكون بالفعل موجودة؟. شنو مضمونها السفقة ستاع؟ لانا نتراح لك في التساؤل سي محسن. اي مو خدت ثم السفقة شنو مضمونها. مضمونها مثلا استقبلتك في باريس شربت قهوة معايا ولا شربتك اسماء. مش تفقه سياسية ما نتصورت عنها. احنا اشوف احنا موجودين في جبة النقاث. واحنا عنا شركاء فيها. وملتزمين معها ملتزم كبير. واذا ثم اتفاقات سياسية مش تتصير. مش تتصير بالتشاور معها. مه. وذي قلناه اليوم برك الصباح كان آآ سي حامل همامي موجود في مقر ليدا تولس. ما يقابل لسيد بيجي قياد سي بسي. وطبعا من من الطرفين كانوا موجودين طبعا ملجبها ومنيدا تولس موجودين معناها يعني قياديين. وتم التأكيد على النقطة هذه. ثم حتى صفقة. الصفقة الوحيدة الممكنة نقبل بها هي صفقة مقبولة من الجميع لاخراج تولس من ورطتها. هذه هي الصفقة. كانت نجمو سموها صفقة. انا رأي ما نسموش صفقة نسموها مبادرة شجاعة جريء من الجميع على اساس انه وراهي السفينة ستغرق بالجميع. من الجميع المبادرة. اذا ما الناس سيد راشد الغنوشي هو اللي يمشي في باريز وقال انا مستعد مش نمشي له حتى المري. ايه ولكن الستاذ باجي قد سيبسي هو اللي يقبلها بايامات معناها تكلم في التلفز وقال له معناها ايجي نتحاوره مباشرة وهذا كم مرجل السياسة. خطرها السياسة. ثم فيها السياسة رو مش قايمة على العدوات الشخصية. هي مش عركة في حومة. وبعض بعض الاحيان. ناس خسابوها السياسة عركة كما واحد واحد تنبز منه معاش يكلمه. مش الكية. حتى اذا كانك مختلف مع اختلاف سياسي جوهري يزم تقعد تحكي معها. خطرها هو الطريق الوحيد للمرور للغير. وتبقى اذا كان الاستاذ الراشد الغنوشي يمشي حتى لباريز معناها باشا باشي قابل الاستاذ باجي قد سيبسي. احنا كنا نتصور انه هديك معناها تعبير على ارادة الوصول لحل. للتصريحات اللي جات من بعض. فهمتنا هدايا. للتصريحات اللي عملوها بعض القياديين للتفسير. لانه بكل اسفتة واحنا ولينا الاستاذ الراشد الغنوشي يخرج يقول شيء. ومبعليه كي يجوه المفسرين ومؤولين للحديث متاع الراشد الغنوشي. عن سعاب طيف المكة دراشد نوه يقال. وعن سيف ليلة دراشد نوه يقال. وندخله في التأويلات. ما زلنا موصلناش. لكن رغم ذلك انه نتصور. ورغم كل هالتردد على ايضا مطالبت ربما سيد راشد الغنوشي البارحة سيد منصف المرزوقيا رئيس المؤقت الجمهورية التونسية بالاستقالة. هل تعتبر انه فيما ترتيبات اللي ممكن وضع شخصية اخرى في رئاسة الجمهورية التونسية في بلاس سيد منصف المرزوقيا؟ لا هو اعتقد ان هو حاب يقول انه اذا كان مش نعمل حكومة كفاءات مستقلة. يلزم كل السلطة التنفيذية تولي مستقلة وتولي محايدة قبل الانتخابات. وهذيك اشارة منه ووعي منه. شوف في الوعي الباطل انه لو ساعات تخرجوا دي لابسيوس معناها تفهم منه برج حوائج وتعبيرات غير ارادية. قال هو انه كل واحد في السلطة التنفيذية ميزمش يستعمل وما كانوا في السلطة التنفيذية بايش يجيب مغانم تهزوا وتعاولوا في الانتخابات. بما فيهم السيدة رئيس الجمهورية لموقات الحال. يحب يقول الوضع في الحكومة حاليا مفهوم من طرفهم هما انه سيحق لهم معناها النتاج معناها للانتخابات. معناها المطالبة بالاستقالة تعتبر سيتك لابسيوس البارح معناها? لا مش لابسيوس. حديدهم يقول لك انه كيفاش كلمة اه كيفاش كلمة انه معناها يلزم الرئيس معناها هو نفسه يستقيل. على ان لانه بقاءه في السلطة التنفيذية قبل الانتخابات وترشحوا الانتخابات المقبلة مش يمكنوا من وضعية فيها نتائج طيبة ليه باش تأثر عن الانتخابات المقبلة. اما هذا هذا يوري انه البقاء والتمسك بالحكومة هو كان موجود بالاساس لانه مش يعطي اسباقية في العملية الانتخابية المقبلة. الان هذا كان يمكن يفسر عليه شو ما تمسك الان بالحكومة بالطريقة هذه وبالشدة هذه. اما اتبقى انه نتصور فعلا انه يعني اذا كان مش نخرج واحنا وهذا قلناها من بداية انه لابد من مراجعة كل الصورات التنفيذية المنبثقة عن المسوط التأسيسي. يعني البيجي قيل السلسي غير معني بالرئيسة قبل الانتخابات القادمة? والله قال لغاية انه ما مانيش معني بالانتخابات. وقال معني بالترشح الانتخابات المقبلة. واصلاعات الرائي تعطيه في مرتبة اولى من تقرار بستة سبعة شهور. بذلك اه هتقد انه اه هو اقدر الناس واحقهم من الموجودين انه يتقدم الانتخابات طالما انه هو الاول في صلاعات الرائية. قبل الانتخابات ليه? لا متصور قبل الانتخابات. ما منتصورت قبل في كل حالات كده مش ندخلوا حكومات مش ندخلوا ناس مستقلين في الحكومة وفي الرئاسة مش يكون حتى هو زال في الرئاسة شخصية مستقلة. احنا البلاد هذية قاعدين مشوا فيها من المؤقت لمؤقت. يظهر لي في فترة متاع عام ونص صغيره. اللي مش مر بينا والعامين. تقريبا يلخص كل ما مر بينا من احداث. بداية من يمكن اعتلاء الحسيب بن علي للسلطة من ستة ولا سبعة قرون. ولكن في كل حالات هذا مش وصلنا للحل الانتيجة يلزمنا ان يمشيوا لهذه النتيجة. لكن احنا قاعدين نقوم بدورنا. احنا قلنا البلاد مش في طريق خاطئ وخرجنا باش نصلحوها. خرجنا في طريق الحق ما خرجاش في طريق الباطل. وقلنا نحب نحط روحنا في السلطة. وقلنا نحب الناس الاكفاء. وعتقد انه هذية في كل حالات مهما كان النتيج حتى ثم حكاية مهم مش قول الان تو. انا اعتقد انه ماشي في تجاه الحل. علش? على خاطر راهو ثم لحظة وطنية خارقة حاصته في تونس. اللي وعيب الناس ما تشوفهاش في اي اي موقع سياسي موجودين. اللحظة الخارقة هذية. انه اتحار الشغل واتحار الصناعة والتجارة. معناها العراف والعمال. حياتهم الكاملة يتعاركوا. قاعدين الان موجودين مبعاظهم في وحدة وطنية. دور اتحار الشغل اللي هو يذكرك بالدور الوطني متاع ومعناها في الاستنوات المهمة في تونس. هذة من كل هم مؤشرات واضحة. معاها تعبئة سياسية وشعبية كبيرة. هذي كل هم مؤشرات واضحة متاع انه هناك شيء اساسي رئيسي سيدفع في اتجاه الحل الايجابي. تبقى توه قداش مش تتواصل المعاندة والممانعة والدلال والجبدان والدرجنية والاعناد متاع الطرف الاخر. هذي مهدوا حركة النهضة ولا تلافة المعنيين الترويكة. اوه معناها التكتل موقف بما دعاوة الحكومة غير مسيسة. يعني التكتل تقريبا معايزهم ما يحكيوا على الترويكة معناها التكتل الان موقفه تقريبا نص موقفه قريب جدا. من المعارضة. من المعارضة. قاعدت قاعدة الان الحزب المؤتمر نحا تقدم الحزب المؤتمر موشي ترف قاعد يقدم في حلول سياسية. هو طرف دوره الاساسي هو تعقيد الوضع السياسي في تونس. وكل مرة يخلقوا مشكلة جديدة للبلاد وكل مرة يدفعوا فيها في اتجاه التطرف. وحركة النهضة ما عليها كان هي الان تعرف اه كما كان يقول سالبيلقاء السبسي هل تهريد ان تكون جزء من الحل ام تكون ان تكون ضد الحل وجزء من التفاف على الحل. خلينا نتحذر شوي على الاعتصام الرحيل. وفي سورة رفض حركة النهضة وتمسكها بموقفها بعدم حل الحكومة قبل التفاوض والحوار الوطني. شنو الخطوات الاذافية اه بقطع النظر على الذهب للقصابة. اول حاجة تم تنسيق الساعر لانه تم ترافين كبار في البلاد. تم تراف سياسية وثم تراف المنظمات الوطنية. المنظمات الوطنية الاربع على الحوار الوطني قالت بكل وضوحا ولا بد من استقالة الحكومة قبل الحوار. نا. واحنا واحنا فسرنا كيفاش هذائه ممكن بدون ما يعمل حتى ومشكلة قانونية. والكلام تعصبان الماء على الماء والمشوش للفراغ وكله كلام غير مقبول تماما. لانه في كل نحاء العالم تستطيع حكومة تستقيل وتكلف بتصريف العمال لمدة زمنية قصيرة. هذاء مع المنظمات هذية ثم مع اه جبت الانقاذ. هناك خطوات كبيرة. في كل حالات ارى وثم حاجز بواحد يعرفها. ارى وحتى كما ثم ماشي اعتصام تعبارد وناس قارة تسيح في الشارع. ارى هي ثم ازمة سياسية موجودة. بدون تعبة شعبية. ثم ازمة سياسية من المستحيل البقاء وموصلة العمل بالطرق القديمة في 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 حضورها. احنا الحاجة اللي يحب ونقروها وحاجة مهمة جدا. انه احنا اه عملنا ضد ما يسمى بالتعينات هذه اللي هي تعينات حزبية وكلام عائلات الحزبية كلام قديم مشكلة مجديد. لذلك زادا نحب نتهز لفرصة هذه باش نرفض كلك الدعاية اللي قارة تقول انه ثم ناس يحبوا يتيدمروا الدولة ويتهجموا على الدولة وغيره. احنا ما ثماش الناس تعرف منطقة الدولة اكثر من احنا. والناس اللي قاعدين هما توفي السلطة هما الناس اللي طبع عندهم ونسقلوا يتدربوا على الدولة. لذلك ما يجمع حتى واحد منهم ما عنده قدرة واحدين لدرس ما معناها الدولة. احنا نعطيه دروس. على ما معناها الدولة وما معناها منطقة الدولة. لذلك معناها ان نمشيوا ان تتحط ولاات متحزبين معناها لحزب سياسي كما حركة النهضة كما الولاات كانوا موجدين في بعض الولايات التونسية. هذوكم هما وجودهم نفسه معرة كان على الدولة. وهذاك هو تتيح هيبت الدولة. وهذاك هو تدمير الدولة من داخل. لذلك احنا كنقولوا نرجعوا التعينات بالكافاءات مش على سورة الولايات الحزبية. احنا وقتا ندافعوا على الدولة. لذلك اذي حملت انه يرحلوا الناس المعاينين بشكل حزبي. هي من اجل استرجاع الدولة لهيبتها. ما هواش العكس. لذلك الحلول ما يسمى بالتهم فينا بالفوضوية وغيره. نحنا اكثر ناس اللي كنا نقاومها للتواجهات الفوضوية وبالعكس اكثر ناس نفهموا كيف اشتخذ الدولة. يفش ناجم تضمنوا هذا فعليا انسي محسن. من غير فوضى من غير ما تتير اشكالية. هاي معناها انا حب نقولك حاجة من اللي بدأت اعتصامات الرحيل. شو قداش عملنا من من تجمع شعبي بعشرات الالاف سواء كان يوم ستة اوت تتاش اوت. متخافوش بالاختراق متاعهم ربما ينجمي شكل اشكال. هذا ممكن لكن تبقى لحد الان نحنا توجهنا توجه سلمي وتوجه عادي ويمكن يكون هي امور سياسية انك تمشي قدام. مش بالضرورة تخرج ورا وتطردوا معناها. مش بالضرورة يلزم تدخلوا وتخرجوا من بيرو. اما تمشي باش توري انه هذا السيد المعين. هذا السيد المعين راه معين لأساس ولاد حزبية. تبقى بالله يجمع عليهم الدولة التونسية هبطوها الى مستوى اه اختير ياسر. معناها من السلبية من الصورة السلبية. ميجيوش طبيعتي حتى واحد درس على كيفاش نجم منحمية الدولة. نحنا اكثر ناس خرجنا من اجل حماية هذه الدولة. طيب. في اقل من دقيقة سيمو حسن انتق بلا تحدث لي قتلي اه اه نجمو نعم المؤتمر انقاذ وامل للحديث على الميزانية تلفين واربعتاش. للحديث على الوضع الحالي وامكانية تسيير شؤون الدولة في الوضع الحالي. اه واقعيا كيفاش نجم يكون المؤتمر هذا. انا حبيت نقول مش بالضرورة معناها فكرة المؤتمر هي مقترحة فكرة من الافكار. لكن حبيت نقول انه مش بركة لازم نركزه على موضوع الحكومة وتركيبتها يازم نعطيها برنامج وحلول. كيفاش مش نعطيها وهذايا في سياغة من سياغة الحوار الوطني التجوم تكون مؤتمر وطني في اتحار الشغل تحت الصناعة والتجارة حزاب السياسية تعطي برنامج عمل الحكومة هذه لان حكومة مستقلين مش مش يخليها هي معناها تتتتحق في راسها وتلقى في حلول. يقولك مسيح موش هما جماعة يحبوا الاستقال اقبال وجماعة يحبوا الاستقالة. بعد ما تفهموش على النقطة هذي بش يتفقموا على مؤتمر والله يكي يحلو الناس اسمعني يقولك حاجة حكاية الحكومة حكاية بالكلينتون في وقت من الوقات ان هو الاقتصاد سمحوني في الكلمة يحكي وقت على منافس سياسي اخر ليه قال له ان هو الاقتصاد يا غبي. علاش? على خط الاقتصاد رهو لحتى واحد ما يجي متجاهله. وكلو مش يدون حول موضوع الاقتصاد. لذلك انا الرسالة هي ديما مش تبقى رسالة اول شي صمود بالنسبة للناس اللي تحب على مطلب ايزي من قادة وصامدين. الدواء مينقب الرخام. والرسالة الثانية هي اللي صارت امل. لان انا عندي اعتقاد انه في كل حالات ماشين في تجاه الحل. وبدون ما حتى واحد يشيطن الاخر على خير وخاصة في كل الحالات رأوا الحل اللي تعمل بمتدخلين مختلفين. ماشين في تجاه الحل? شكوان? النخبة السياسية حسب رأيك معني حسب تقييم. اقول لك انا مقبيلة الحل هذاك هو الحل الوحيد الممكن. لذلك بالضرورة اعتقد انه ماشين في تجاه الحل هذك. واضح جدا اكتر وضوحة كي بالضرورة ماشين للحل واضحة جملة هكا اكتر سيد محمد.